لن نتابع نقطة صحفية اليومية من وزارة الصحة حول جائحة كورونا ثم نعود إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الكرام مدنا الله وإياكم بصحة العافية نقدرون لكم معطيات جائحة كوفيد لآخر 24 ساعة تضلوا في بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 197 حالة إصابة جديدة من ضمنها 50 من بين المخالطين و147 حالة مجتمعية صفر من الحالات الوابدة بلغ عدد حالة الشفاء خلال 24 ساعة الماضية 41 فيما سجلت مصالح الرصد الأوبياء ثلاث وفيات جديدة نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران لهم إجمالي لإصابات منذ بداية الواباة 1876 من ضمنها 7951 من ضمن المخالطين و1742 حالة مجتمعية 183 حالة من ضمن الوابدة بلغ إجمالي حالات الشفاء 7904 فيما بلغ إجمالي الوفايات للأسف 197 بالنسبة للحالات النشطة اليوم هي 1775 من ضمنها 1664 بدون أعراض 74 بأعراض خفيفة و35 حالات حرجة نسأل الله لهم الشفاء أما توزيع الحالات الجديدة على مستوى مقاطعة الوطن فهو كالآخر بالنسبة للجيغاني حالة واحدة جديدة إصابة جديدة واحدة بعيون العتروس إصابة واحدة بتام شكط واحدة في طينطان واحدة في مقطع الحجار واحدة في مدردرة واحدة في مقاطعة ودان حالة إصابتان في مقاطعة نواذيبو إصابة واحدة في تيشيت إصابة واحدة في زورات إصابة واحدة في جوجت 15 إصابة في مقاطعة ركسار 5 في مقاطعة سبخة 98 إصابة جديدة على مستوى مقاطعة تفرق زينة 4 على مستوى دار النعيم 11 على مستوى تيارد 16 بتوجونين 18 بعرفات 4 بالميناء و 5 مقاطعة جديدة على مستوى مقاطعة الرياض تم إجراء خلال 24 ساعة الماضية 1633 فحص جديد من ضمنها 105 من فحوص المتابعة و 1528 من فحوص التشخيص موزع على 1089 من الفحوص السريعة و 439 من الفحوص بسار بالنسبة للفحوص تم إجراء 106 فحص جديد على مستوى الحوض الشرقية 93 في الغرب 3 في العصابة 17 في قرغل 32 في البراكنا 54 في الترارزة 18 في ولاية أدرار 61 في ولاية داخلة نواذيبو 81 على مستوى تقانت 58 على مستوى قدماغة 11 على مستوى ولاية تيرزامور تم إجراء 132 فحص جديد على مستوى إنشيري 703 على مستوى نوابشوط الغربية 107 على مستوى نوابشوط الشمالية و 120 فحص جديد على مستوى نوابشوط الجنوبية يبلغ بذلك إجمالي الفحص منذ بداية الوباء 113 587 من ضمنها 16 584 من فحص المتابعة و 97 000 وثلاثة من فحص التشخيص موزعة كذلك على 82 586 من الفحص السريعة و 14 أشرا لفع مستوى نوابشوط الغربية نوابشوط الغربية نجد أن ينساد ل المتابعات المتابعين بالكتابع، وقوض المحانبات المتابعين من البداولية المتابعين في شراء العالمية الدعاء. و فيه نفسه أد علينا أن نسير الله أعلى في اليوم لدينا 1 775 أشخاص في أجل 1 666 أسلمات و 74 أسلمات في أسلمات و 37 أسلمات في أجل اشتركوا في القناة 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 البحث متوفر لدى المقاطعات المراكز الصحية والنقاط الصحية وهي وحدها اللي تعدل البحث وتعدل البحث اللي للناس اللي عندها عراض قضية المخالطين هذه المراكز الصحية عندها فرق تحدد كل حالة تحدد مخالطيها حسب تعريف محدد تعرفوذيك الفرق تحدد المخالطين وتابعهم لمدة عشر تيام في حالة ظهور أعراض عن تحد منهم لا يتتكفل به لين تعدلوا البحث تتأكد يكانوا مصاب ولا لا وفي حالة مرة الأيام العشرة دون ظهور أي حالات نعتبر أن الشخص إما لم يصب أصلا بالفيروس وإما أنه وصيب بشكل بسيط دون أعراض أما بالنسبة للحالات اللي موجودة في البيوت أيضا تتم متابعتها مدة عشرة أيام من طرف هذه الفرق هذا الزرق يعطوا أرقامهم للناس المتواجدة في البيوت يعطوا أرقامهم للناس المخالطين اللي ينطبق عليهم تعريف المخالط يعطوا أرقام ويتواصلوا معهم لمدة عشرة أيام إلى أن يتم اعتبار ذوك المرضى قد شو فيه من الإصابة والله ما اللي في حالة ظهور عنده معراض معقدة تتم إحالتهم للمستشفيات هذا يعني أن المستشفيات ملاحظين ما زلنا نلاحظون أن الناس تتوجه للمستشفيات مطالبة بالفحوص لكن هذا ما هو دور المستشفيات المستشفيات دورها هو التكفل بالحالات التي تستدعي الاستشفاء تستدعي الحجز في المستشفيات وبالتالي لا ينبغي التوجه للمستشفيات من أجل الفحص كما أنه لا ينبغي التوجه للمراكز الصحية مجرد لأنه شخص لديه فضول أن يعرف ما إذا كان مصاب أم لا والله يعتبر أنه كان مخالطا لشخص ويطالب بالفحص وإنما عليه التوجه في حالة ظهور عنده أعراض ينبغي أن يتوجه للمراكز الصحية كل الذين لديهم أعراض ينبغي أن يتوجهوا للمراكز الصحية خاصة أعلننا بحث عن الأشخاص اللي لديهم أمراض مزمنة والله المسنين اللي قد تكون لديهم إصابة بكوفيد ممكن أن تكون عادية إلا أن تزامنها مع هذه الأمراض المزمنة ومع السن المتقدم قد يشكل خطرا وبالتالي نختاره نتعرف على الأشخاص والشخص والمرض عندهم واللي منهم مصاب نعود ونعرفوه ونتابعوه إياكنا نواكبوه عن كذب حتى لا تتعقاد الأمر في وقت لا يمكن تدخل في الانقاذ الشخص إذا كان الله قد كتابده الحياة على الأشخاص بشكل خاني أيضًا أشخاص بشكل خاني لتسمو strengthened في الساعة حراعية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة Pour ce qui est des hôpitaux, nous constatons que des citoyens continuent à aller aux hôpitaux demander le test de dépistage. Alors que ce soit clair, les hôpitaux ne font pas de test de dépistage. Les hôpitaux sont destinés à recevoir les malades nécessitant une hospitalisation. Cela veut dire que l'entrée de l'hôpital, c'est les services d'urgence, soit la référence par les centres et les postes de santé. Maintenant, si quelqu'un présente une situation d'urgence et se présente dans les services d'urgence, il sera examiné. Et si on suspecte une infection au Covid, les hôpitaux ont des zones tampons où ils peuvent mettre ces personnes, les prélever, envoyer leur prélèvement et attendre le retour des résultats. Donc c'est des cas exceptionnels quand la personne présente une détresse, une situation d'urgence.